بسم الله الرحمن الرحيم بط بلدي انا كنت شريا من السوق اشتريته كان لسه عمره ثلاثة ايام فطبعا كانت غلطة مني المفروض اللي يشتري بط يا جماعة ديكا معلومة ليكو يشتريه معد الاسبوع عشان تبقى منعته جمدت شوية فده كان عمره ثلاثة ايام جبته هنا طبعا تعب مني ودول كان اتنشر بطة ماتمسوهم تقريبا طبعا مع الحر الشريد وكده فعايز اقولكو انا عالكتهم بايه طبعا العلف اللي انتو شايفينه قدامكو ده ده علف خشن لانهم كبري ده عمرهم شهر كان مفروض يبقوا اكبر من كده بس عشان هما تعبوا كده فنموهم بتأخر شوية اللي في الاول فاول كم يوم يعني اول اسبوع واول اسبوعين بيأكلوا علف اللي هو البدن ناعم طبعا دلوقتي بيأكلهم العلف الخشن زي ما انتو شايفين عايز اقولكو عالكتهم ازاي لما تعبوا فيه علاج يا جماعة بيبقى موجود في البيت في كل البيوت ورخيص جدا وسحر بصراحة اللي هو الاسبرين الاسبرين الاخضر او الريز انا عالكتهم بيه بصراحة ومشاء الله يعني جاب نتيجة كويسة جدا الحمد لله وخفوا ايه بس الاسبرين الاخضر عندي خلص فجايبا لهم اهية دية اسبرين اطفول عادي زيها زي الاسبرين الاخضر هوريكم نعمل فيها ايه طبعا انا دقتها في الورقة بتاعتها ايه هنفضيها في الميا كده اهية زي ما انتو شايفين وهنغطي السقاية هنقلب كده هنغطيها لهم اهي على حاجة عالية كده طبعا زي انتو شايفين الارض مفروش هتم اه طبعا عشان التبني ما يجيش في المياه بتحطيها على حاجة عالية اه اه زي ما انتو شايفين ان البط ده اللي هو البلدي وفيه بلاد يعني فيه ناس بيقولوا عليه او محافظات بيقولوا عليه البط السوداني اه فيه بطتين كانوا طلعيني انا قتل بطة انطلعاهم هناك هم مختلفين شكلهم مختلف شوية لان ابوهم كان مسكوفي فهاجين دول بطتين هاجين انما الباقي ده بط بلدي صوفي اه ده عمره شهر هو كان مفروض بقى اكبر من كده بس زي ما قلتلكو العية هو يعني هو اللي وقف نموهم شوية ان شاء الله ربنا ييبعد عنهم برد كده ويكبروا ابقى اعملكو برضو فيديو ان شاء الله عنهم لما يكبروا اتمنى الفيديو يكون عجبكم واللي عجبوا الفيديو يعملوا لايك واشتراك في القناة واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته